استضافت مملكة البحرين عمال النسخة الأولى من ورشة العمل التي حملت عنوان الهوية القانونية أمن الحدود والتنقل الأمن والتي عقدتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خلال الفترة من 17 إلى 19 من يناير الجاري تأتي هذه النسخة في إطار حرص الأمم المتحدة على دعم وتعزيز قدرات السلطات في المنطقة لضمان سيادة القانون تأتي ورشة العمل الهوية القانونية أمن الحدود والتنقل الآمن في نسختها الأولى والتي تعقدها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ويشارك فيها مسؤولون ونخبة من الخبراء من مختلف الدول العربية وممثلون منظمات الإقليمية والدولية للبحث في زيادة التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف المشتركة وتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة فضلا عن تعزيز تبادل المعلومات في مجال بناء سياسات الهجرة القائمة على الأدلة والبيانات بناء على توجيهات معالي الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية لتنظيم هذه الدورة في مجال الهوية القانونية وأمن الحدود والتنقل الآمن بالتعاون مع جامعة نايف العلوم الأمنية ومنظمة الهجرة الدولية ولا شك أن هذه الدورة بتسهم في التعرف على الهوية القانونية وكذلك بتكون هذه تعتبر أول التعاون مع جامعة الأمير نايف والمنظمة الهجرة ونتمنى إن شاء الله مزيد من التعاون ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والسداد في هذه الدورة تسعد الجامعة وهي الجهاز العلمي لمجلس الجزراء الداخلية العرب بتنظيم هذه الورشة المهمة بالتعاون مع مقام وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمنظمة الدولية للهجرة وتأتي هذه الورشة كلبنة أولى لأنشطة المركز العربي الفني لإدارة الحدود والهجرة والذي تم إنشاؤهم أخرا في مقر جامعة نايف بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ونسعد بجميع المشاركين من الدول العربية وكذلك نتمنى أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عدة تسهم في تحقيق ودعم العمل الأمني للعربي المشترك تهدف الورشة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والوطنية في إدارة الهوية وإلقاء الضوء على جدول أعمال الأمم المتحدة بشأن الهوية القانونية إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون بين الدول من أجل الهجرة الآمنة وتعزيز أمن الحدود ومناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز الحصول على الهوية القانونية هذه الورشة اليوم للحديث عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الهوية القانونية وإدارة الهجرة هذه الورشة تتم باستضافة كريمة من مملكة البحرين عن طريق وزارة الداخلية البحرينية وجزيل الشكر للشيخ هشام على هذه الاستضافة وعلى كرم الضيافة تأتي هذه الدورة في باكورة نشاطات المركز العربي للهجرة وإدارة الحدود والذي سيكون مقره في جامعة نايف العربية العلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية وهو نتيجة التعاون وثيق بين المنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف كما ناقشت الورشة العديدة من المحاور المتعلقة بالهوية القانونية في جدول أعمال الأمم المتحدة وتطبيق جدول أعمال الهوية القانونية الحقوق الأساسية والوصول إلى الخدمات إضافة إلى مناقشة الهوية القانونية في الممارسة التنقل الآمن والمنتظم والحدود الآمنة والتعاون الدولي وتحليل المخاطر وتكريس أفضل الممارسات الملائمة لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة في مجال الهجرة والقضايا ذات الصلة وذلك لضمان هجرة آمنة ومنظمة ترجمة نانسي قنقر